موسيقى محمد شعبان صاحب المركز العاشر في مستر أولمبيا نسخة عشرين وواحد وعشرين واحد اللعبين الكبار اللي خلقتهم مصر في هذه اللعبة طيب محمد شعبان مش قصة بطل أو قصة لعب كمان أجسام استطاع أنه يحقق يعني مركز متقدم أو بقى من أفضل اللعبة على مستوى العالم في هذه اللعبة ولكن محمد شعبان رحلة كفاح رحلة تحدي تحدي لأمور وظروف وأمراض كمان مش بس كده أنه يقدر يتخطى كل ده لأ هي قصة كفاح النهاردة هنحط بين إيدين حضراتكم وهنتكلم مع كابتننا كبير كابتن محمد شعبان عن كل شيء هتشوفوا قد إيه أن مهما قبلتك من صعاب ومهما قبلتك من مطبط في حياتك تقدر تتغلب عليها بإيمانك بنفسك وإرادتك قصة شاب مصري من قرية بسيطة جدا قرية العصافرة في الاهلية وابتدى شغلانته وهو يعني بالعكس هو لا يعني يتنكر من ذلك ابتدى في بداية حياته مهلة النجارة وغير كل اتجاهه وكل كاريره من هذه المهنة بعد كده وامتهن كمان الأجسام ولكن على كبر يعني لعبها على كبر نسبيا شوية بالنسبة للأبطال التانيين ومع ذلك ده ما عطلوش غير اتجاه حياته كله بقرار صعب أن حد ياخده في مكتاب العمره وهو بيمتهن مهنة وبيأكل منها عايش بس هو شايف نفسه في حتة تاني ويسافر دولة تانية ويبتدى يتمرر ويبتدى يشتغل ويبتدى يعني يعني يأخد الطريق ده بجد وبتركيزه وباحتراف ويصيبه في النص بعض الأمراض ويتغلب عليها يكفي أنه كان عنده مثلا أنيميا الفول يكفي كان عنده مرض السكر كل الأمراض دي جات لمحمد شعبان وهو في طريقه كان أي واحد ما عندهش العزيمة ولا الإصرار ده كانت عطلته على فكرة كان وقف محمد شعبان النهاردة نجمنا أو بطلنا اللي هو ضيف الحلقة النهاردة بيتمرن طول الوقت في الوقت المتحدة الأمريكية حقيقة جاء أجازة أربع خمسة أيام توصلنا معاه طلبنا الراجل اللبى الدعوة وبنشكره النهاردة قصة كفاح قصة كفاح لشاب مصري من قرية صغيرة هنحطها بين إيدين حضراتكم لكل واحد عنده ظروفه بيقوله ظروف صعبة هنشوف ظروف محمد شعبان وإزاي قدر يتغلب عليها وأصبح من أحد أعظماء اللعبة مش في مصر في العالم كله هنوح لحلقتنا وهنبتدي بكرة اليد رجال كرة اليد رجال كان عندنا مباراة مهمة جدا مع سبورتينج من يومين المباراة دي كانت مهمة لأنها على صارة سبورتينج ودائما بنتعثر الفترة الأخيرة في صارة سبورتينج مستر ديفيد ديفيز المدير الفني اللي فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ده أول لقاء ليه مع نادي سبورتينج اللي بيقوده مدار منتخب مصر السابق مروانج رجب والمباراة كانت في نادي سبورتينج وملعب سبورتينج ملعب داية الفرق ما بتحبش تلعب عليه ملعب داية وبيخنق الدنيا فالفرق دايما بتتعثر ساعة روحنا هناك قبل كده تعدلنا وروحنا قبل السنوات اللي فات وخسرنا يعني أصدقوا لي أن المباراة كانت صعبة والحمد لله دلنا الفوز وفوزنا الحمد لله بفرق هدفين الشوت الأول خلص فرق أربع أهداف الأول أربع أهداف الشوت الأول خلص أربعتاشر اتناشر بهدفين إنما الماتش كله خلص يعني بفرق هدف واحد سبعة وعشرين ستة وعشرين وكان مهم جدا مكسب سبورتي كان مهم جدا مكسب سبورتي طيب موقف فرقيتنا إيه في الدور اللي احنا فيه موقف فرقيتنا إن احنا عندنا اتناشر نقطة اتناشر نقطة من فوز على سموحة بخمسة عشرين وعشرين الفوز على طلاق الجيش 30-24 وبعد كده الفوز على البنك الأهلي 30-26 وبعد كده التعادل مع سموحة حلو الكلام 26-26 وطبعا مطشنا القادم مطش مع نادي الزمالك المباراة القادمة مع نادي الزمالك هتكون يوم الخميس القادم في صالة أو مجمع الدكتور حسن مصطفى بديه 6 من أكتوبر وهنقول لحضراتكم أكيد الساعة كام يوم الأربع ان شاء الله القادم الساعة 4 العصر هو مطشط اليد بيحبوا يعملوها 4 فدي المباراة المهمة ويمكن ده أول لقاء لنا مع نادي الزمالك بعد يمكن كان فيه لقاء مع ميستر ديفيد ديفيدز قبل كده لما جيه تولى المسؤولية ولكن كان كان بعد يمكن فترة قريبة جدا مما تولى فيها المسؤولية ولكن ده أول لقاء بعد فترة من التمرين والإعداد والاستعداد واللقاءات إن شاء الله كلنا ثقة في اللعبين وكلنا ثقة في الجهاز الفني وكلنا ثقة في مجلس داتنا دي أو نشاط رياض إنه واقف بشكل كويس ورى الفرقة دي إن احنا إن شاء الله هنكون أفضل وهنكون أفضل المبارات دي مهمة ليه؟ المبارات دي مش ترتبية بس المبارات دي هتاخد بها نقاط هتتأهل بها للدور اللي بعد كده فإذا المبارات دي مهمة هيبقى فرق نص نقطة فرق نقطة الكلام ده كله مهم جداً عشان توصل في النهاية ما يقولكش لا ده فيه مطش لو كسبته لازم تكسب تتعادل تخسر يعني ما نخشش في الحسابات دي فمهم جداً مكسب مطش الخميس خاصة إن احنا تتعادلنا مع سموحة فإن شاء الله لازم لا بدين عن المكسب يوم الخميس وأنا بقول لحضراتكم أنا عندي ثقة كاملة في هؤلاء اللعبين وبالطبع في الجهاز الفني وفي النشاط الرياضي وفي مجلس الدارة دي الفرقة دي إن شاء الله هتقدم أحسن ما عندها هنروح لسيدات كرة اليد ونفس الوضع ماشيين بشكل جيد الحمد لله في تركيز أفتين عفصهم الفرقة بيتمران وكان عندنا مباراة مع نادي الطيران مهمة الحمد لله استطاع الفريق السيدات بكادر كابتن محمد عادل زولة الفوز على نادي الطيران بفرق أربع هداف ستة وعشرين اتنين وعشرين المباراة تلعبت انبالح على صالة سيتي كلاب سيتي كلاب بمدينة السلام وفرقتنا طبعاً دوقتي متصدرة الترتيب برسيد تلاتة وعشرين نقطة في الفوز على المطشات الطيران رايح جاي ده بس الطيران اللي عدنا رايح جاي لانه ده بداية الدور التاني المعادي لسه المطش الجاه بقى المطش الراجع الزمالك الشمس سبورتين جزيرة وتعدلنا مع اسموحة كانت عدل وحيد فقط ويمكن شاهد مباراةنا الرجال وسيدات التعادل مع اسموحة رجال تعادلوا وسيدات تعادلوا كمان في ريتنا طبعاً يعني هتاخد راحة اسبوعين مش راحة من راحة من المطشات اسبوعين اسبوعين ونص عشان تجمية المنتخب وعايز علق على الموضوع ده لانه اول مباراة تبقى يوم تمانية مارس القادم اولاً انا سعيد جداً بتجمية المنتخب لان انا شكت للحظة بين وبينكم يعني انه بعد يعني الاخفاق في التأهل لكأس العالم اللي فات في بطولة افريقيا في السنغال لهذا الفريق لمنتخب مصر لكل تلدي سيدات تصورت اللحظة انه ممكن الاتحاد يقول لك كفاية ستوب مش هكامل ولكن التجميعة دي بتدللك ان الاتحاد عنده سياسة ومش هحيد عنها المنتخب هيفضل في حالة تجمع كامل ومستمر طوال العام وهيشتغل معاه زي ما بيشتغل مع الرجال ودي حاجة تسعدنا الكلام حلو الكلام حلو ان احنا اسمعنا ده كتير جداً من اللجنة المؤقتة واسمعنا كلام ده من كابتن ايمان صلاح واسمعنا مسؤول على المنتخبات واسمعنا من كل العضاء اللجنة المؤقتة ولكن الفعل هو بيبقى يعني قبلغ دليل الفريق الدور هيوقف اسمعين ونص المنتخب هيتجمع للتمرين فطبعاً دي دليل ان لا احنا مكملين ومشيين بتود افريقيا لسه خلصانة في شهر 11 اللي فات وبيتجمع تاني النهاردة في فبراير يبقى فيه سياسة واضحة ان المنتخب ده هيفضل في حالة تجمع مستمر لغاية بتود افريقيا القادمة ان شاء الله ونرجع تاني نشارك في جهاز العالم احنا عندنا فرقة كويس هي جينات جينات كرة اليد ماشي مع الشعب المصر زي السكواش السكواش رجال والسيدات كويسين فما ينفعش احنا في رجال كويسين والسيدات لسه باعداد بتركيز باحتكاكات انا اتصور في رئيس السيدات ان شاء الله هيعمل انجازات زي الرجال بالظبط واحنا الحقيقة كنا عايزين نعلق على الحتة دي ان احنا بنحيي اللجنة المؤقتة عشان مستمرة في سياستها في دعم منتخب مصر للسيدات هنروح لكرة السلة سيدات واللي بيلعبوا دلوقتي تصفيات المنطقة الخمسة المؤهلة لبطولة افريقيا والحمد لله منذ لحظات قبل الحلقة منتخب مصر فاز على منتخب اوغاندا العنيد بنتيجة اربعة وسبعين خمسة وستين وكده منتخب مصر تصدر تصفيات المنطقة الخمسة وتأهل لبطولة افريقيا للسيدات فريق اوغاندا بالمناسبة فريق عنيد جدا كسبنا في التصفيات في المجموعة كسبنا فرق النقطة واحدة وكانت المباراة صعبة جدا وقعتنا مع كينيا في قبل النهائي ولكن السيدات سيدات مصر في كرة السلة فرضوا كلمتهم وفازوا على كينيا فرق كبير وتأهلوا لأوغاندا واتنقلوا ليه طبعا للمباراة النهائية وفاز على اوغاندا اوغاندا بالمناسبة مجنسين لعبة امريكية ففريق قوي جدا وكان رايح مستعد وكان عايز يطلع بطول افريقيا ولكن تحطمت اماله امام يعني صلابة منتخب مصر والخماس الاهلاوي بيقود المنتخب بشكل كبير بين الخماس الاهلاوي رانيم الجداوي اللي كانت لغاية مطش النهاردة هي هدف البطولة اتصور ان هي هتطلع الهدف ولكن هنجيم لحضراتكم الكلام ده بالتفصيل طبعا لما جلنا بيانات ومعلومات عن البطولة بالكامل رانيم خدت افضل لعبة وهدفت البطولة رانيم الجداوي لعبة النادي الاهلي افضل لعبة وهدفت البطولة انا كنت عارف موضوع الهدف ولكن ما عرفتش موضوع احسن لعبة ولكن ده وضع طبيعي جدا لان اعمل لبطولة جدا تحطت 98 نقطة رانيم الجداوي اداء مميز جدا ميرال اشرف نادين السلعوي ويرى اسامة دول خماسي المنضمة حديثا طبعا واللي خد هدفت الرمية السلاثية جناح النادي الاهلي نادين السلعوي الحمد لله رب العالمين لعبة النادي الاهلي بيتصدروا طبعا المشهد بشكل كويس ولكن ده لا يقل لأبدا من باقي المنتخب المنتخب كله كان على قادر المسئولية وان احنا بنحييهم سواء لعبة اهلي او لعبة اي نادي تاني نادي الزمالك الفريق تسرح فما فيش نادي زمالك انما احنا بنتكلم عن الاندية الاخرى سبورتينج سموحة كل الاندية على رأسنا من فوق واحترامه امترامه بلعبه في منتخب مصر احنا راقم واحد منتخب مصر فلعبة الاندية الاندية بيتصدروا المشهد اه ولكن دهون 12 لعبة قابت الهاب الالف المدير الفني اللي نجح بشكل كبير في قيادة الفريق بالرغم من تلقي خسارة مفاجأة من اغندا فرق نقطة في التصفيات ولكن عود ده وخد الطريق الاسعب طبعا فيه للنهائي وعود ده في الفاينال واستطاعوا الحمد لله ان هم يتأهلوا الافريقيا ان شاء الله يعملوا مركز جيد في افريقيا القادمة بإذن الرحمن هنروح للكرة الطائرة رجال بقيادة الكابتن محمد مسال حبيدو اللي كانوا معنا الحلقة اللي فاتت واللي فرحنا بيهم جدا واصحاب السوبر او ابطال السوبر المصري بيستعدوا دلوقتي البطولة العربية البطولة العربية حصل فيها لغات كبيرة جدا انا بس قبل ما اروح للخبر كده ويقول لكم الدنيا البطولة العربية تم انسحاب اربع فرق الاربع فرق اللي انسحبوا دول لخبطوا الدنيا خارج ومنهم طبعا نادي الزمالك بعت النهاردة اعتذار عن المشاركة في البطولة يعني مش هيشارك اصلا وعندك الكويت الكويتي وفرقتين كمان واضطر الاتحاد العربي لكرة الطائرة انه يعمل حاجة لطيفة جدا انه يعيد القرعة اضطر يعيد القرعة لانه اصبح عدد الفرقة 12 فريق كانوا 16 بقى 12 طيب القرعة اتعاملت من لحظات وطلقت نتيجتها وقول لنا لحضراتكم دلوقتي الفرقة البطولة العربية بيت مجموعتين مجموعتين فقط ومش اربع مجموعات وده لوجيك وده طبيعي المجموعة الواحدة بتضم ست فرقة خلينا استعرض مع حضراتكم المجموعات والبطولة وده خبر لسه يعني اول برنامج يجيبه فضل الله برنامج الابطال المجموعة الاولى الاهل القطري الميناء اليمني الصداقة الفلسطيني النصر البحريني السوحلي الليبي كظم الكويتي المجموعة التانية اللي بقع فيها النادي الاهلي الوقر القطري خيبة للمهرة اليمني ومصافي الشمال العراقي وبنياس الإماراتي والسيب العماني والأهل المصري تاني مجموعتنا في النادي الاهلي مين اختلفت خالص احنا كان معنا الكويتي الكويتي والبحرين والنصر البحريني كل كلام ده تغير تاني انسوا بقى الكلام ده خالص المجموعة الجديدة هي الوقر القطري فريق محترم جدا خيبة للمهرة المهرة اليمني مصافي الشمال العراقي بنياس الإماراتي السيب العماني الأهل المصري وبمناسبة الفرقة دي وصلت الفرقة دي وصلت وعشان كده ده سر ان القرعة اتأخرت تم تقسيم الاثناشر في المجموعتين تمام يصعد اربع فرق للدور اللي بعد كده خلاص يعني مجموعتك تلعب خمس مباريات باعكات تطلع عدورة تمانية على طول الاول اللعب الرابع اكيد والتاني لعب التالت يعني كروسات وبالمناسبة النادي الاهلي هو النادي الوحيد المصري المشارك والبطولة تتلعب من 20 فبراير حتى 3 مارس القادم دي كان البطولة بالنسبة للمشاركة وموعدها لسه لم يتم الاعلان عنها رسميا اول ما انا عرفها لو نزلت على صفحة اتحاد العربي واحنا في الحلقة هنقولها لحضراتكم ما كانش اكيد هنقولها لحضراتكم من الحلقة الجاي او هتعرفوها من السوشيال ميديا او من الاعلان على الصفحات الكبيرة والمواقع الرياضية الاخرى طيب كان عندنا مباراة كمان مع سيدات الكرة الطائرة نادي الصيد المصري اللي كان رئيس نادي الصيد المهندس غراب اللي كان معانا في حلقة من الحلقات السابقة واتكلمنا مع فريق السيدات الكرة الطائرة كان عندنا مباراة معاهم ومباراة مهمة جدا والحمد mir nadi الاهلي استطاع نيفوس 3 اتنين ودايما مباراة reviewed بتبقى مباراة تشهد ندية يعني السيدات دي اول مباراة السنة تخلص 3 اتنين مع فريق نادي الصيد نادي الصيد بالرغم من خلوج لعبات كتيرة جدا منه سواء لجماعات أو لفرق تانية ولكن يبقى نادي الصيد المصري في هذه اللعبة زي ما قال المهندس عبدالله غراب رئيس النادي قال إن اللعبة دي بتحظى بمكانة في أعضاء الجمال الأممية في نادي الصيد طيب فاز على فريق الصيد بداية في الجولة التانية دي الجولة التالتة ناسف الجولة التالتة في الدور الترتيبي من الدوري الموسم اللي احنا فيه ده بالنسبة للسيدات طبعا كمتر حمد الصافي هو المدير الفني الفرق الجولة الأولى والتانية كانت نادي الشمس واسموحة وفوزنا عليهم على الترتيب فرقتنا تلعب الماتش جامع نادي سبورتينج السكندري خلاص الماتشات السهلة راحت كل الماتشات اللي جاي صعبة فرقتنا كانت فازت بكأس السوبر المحلي بعد فوزها على نادي الصيد بالنتيجة 3-0 وعاكده حاصلوا راحة وبعاكده استأدفوا الدوري وبعد كده تأهل المرحلة اللي احنا فيها لأهل الشمس الزمالك سبورتينج الصيد ودي تجلى الظهور سموحة المرحلة دي بتتلعب نظام دوري من دور واحد بعد كده هياخدوا أربع فرق تطلع تلعب على دوري أو نهائي الدوري دوري صعب أنا آسف هيبقى فيه أدوار اكسائية صح؟ ده أنا آسف أدوار اكسائية من أول للتامن هيطلع منه مربعة يعني دوري هيطلع منه مربعة الأربعة دول قبل النهائي وبقى كده نهائي رجال وسادات هيبقى كده أدوار اكسائية بستوف تريه تمام فطبعا الفريق ده يعني عنده ماتشات جمدة عنده أمور يعني بشكل يعني صعب الفترة الجاي فنيا خاصة بطولة أفريكا تحديدت معادها وأيضا بطولة الدوري والكأس يعني عندنا يعني أمور يعني فنيها صعبة بس سكواد كويس وفريق الزمالك الحقيقة السنة دي فرضه الداخل بكوة يعني فيه منافسة كبيرة جدا جدا كده نكون خلصنا أخبارنا اللي تخص النادي الأهلي نروح للأخبار المحلية كنا بنتبعنا الحلقة اللي فاتت الريشة الطائرة وكنا اتكلمنا عن بطولة أفريكا اللي سافروا فيها منتخب مصر للريشة هقول لكم عملوا ايه ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد وقبل الفصل كنت قلت لحضراتكم عن منتخب الريشة الطائرة منتخب الريشة الطائرة الحلقة اللي فاتت اللي قبلية كنت قلت لحضراتكم وكنا طبعا معنا مداخلة ووضحنا لحضراتكم أن الفريق سافر لجنوب أفريقيا عشان يشارك بطول أفريقيا بفضل الله منتخب بصر حصد بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والبطولة عملت فيه جنوب أفريقيا طب مشوار الفريق كان إيه؟ طبعا ألف مليون مبروك للفريق والحقيقة زي ما قلنا أن الريشة الطائرة من الألعاب المكافحة بجد الألعاب اللي عايزت لإلها مجان على الساحة العالمية والتحاد بتاعها الحقيقة بيأدي أداء جيد جدا وتركيز أنه يوصل مصر لمرحلة متقدمة طبعا مشوار المنتخب إيه؟ منتخب يعني فاس في النهائي على موريشيوس بنتيجة 3-2 وده يبين لك أدائجة المنافسة طب المشوار أو حتى خلينا أكلف ماتش موريشيوس موريشيوس كان 3-2 ومنتخب موريشيوس تقدم 2-0 على منتخب مصر ولكن منتخب مصر عمل المنتخب ده كبيرة جدا ورجع 3-2 للنتيجة فده يدللك أداء منتخب مصر منتخب قوي وده أكبر يعني احتكاك قوي تقدر لانت تبقى خاصة وتعود محطوط في وضع مع فرقة كبيرة موريشيوس من أحد أفضل الدول الأفريقية بتلعب اللعبة دي فأنت تحول هزمتك لمكسب مع فرقة زي دي وبر أرضك؟ لا دي خبرة كويسة جدا فمنتخب كان في المجموعة تفاز على الكاميرون وزنبيا من نتيجة 5-0 بعد كده راح فاز على أغندا من نتيجة 3-1 وبعد كده فاز على جنوب أفريقيا البلد المستضيف طبعا دي صور المنتخب الجهاز الفني بنفس النتيجة أيضا 3-1 المنتخب شارك في البطولة دي بتامن لعيبة وهم أربع أولاد أحمد صلاح أدهم حاتم محمود منتصر كريم محمود عزة واللي عملوا مواتشات كويسة جدا ومعهم أربع بنات وهم دوحة هاني نور يسري وهانا طارق ورحمة العدوي وبدربهم الكابتن محمود عزة واترأس البعثة كابتن منتالله طناني عضو مجلس دارة الاتحاد المصري وعايز أقول لكم أنه دوحة هاني واحمد صلاح على ما أعتقد هيسفروا بعد البطولة دي على طول عشان أدهم حاتم منعسف أدهم حاتم ودوحة هاني هيسفروا بعد البطولة دي مباشرة للمشاركة في بطولة أخرى وهو ده الإعداد وهي دي الاحتكاكات من بطولة لبطولة لمركز لمركز من نجاح لإخفاق ده الخلاط اللي لازم تضرب فيه أي الرياضي أنا يعني أنت عشان تحقق نتيجة لازم الرياضي يبقى شغلته وعشان يحقق نتيجة وينافس الدول اللي بره والأبطال اللي بره أنت تنافس بقى وماشا تالية لازم تضرب في الخلاط ده تطلع من البطولة تلعب جماعي فردي لفردي الجماعي ترجع على مصر معسكر قب تروح تاني أوروبا الخلاط ده بيعمله للتحاد بقى دي شغلة للتحاد تحاد الريشة الطيرة لازم يعمل القصة دي ولازم يبقى فيه مفرامة جديدة جدا للعيبة عشان في الآخر نوصل اللي احنا عارفينه ونفس السياسة دي عملها تحاد الرماية اللي أتكلم عنه دلوقتي كمان شوية واللعبة الرماية اللي عمله كده وكان بنوعا عليها بحلبة لعبنا الكبير اللي اتأهل لباريس عشرين وعشرين واخد مديلة ذهبية في أحد بطولات العام يعني الدنيا دي لازم في الآخر تلاقي إنجاز إنما مش هتشتغل عمرك يعني هتعمل شغل وتبزي المجهود زي الخماسي وغيره ومش هتلاقي نتيجة هتلاقي عندنا خبر آخر ننتقل إليه 51 دولة تشارك في كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة مبارح كان حفل اللي افتتاح بطولة كأس العالم للرماية بندقية ومسدس واللي بتتلعب على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الإلومبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 17-20 فبراير اللي احنا فيه البطولة بشارك فيها كان بقى 376 رامي ورامية من 51 دولة عدد كبير جدا طبعا الدكتور أشف صبحي كان هناك رئيس تحاد دولي رئيس تحاد المصري والدولة مشاركة في بطولة كتير جدا مختلف الكرات وقت وخمسين دولة دي رقم كبير قوي يا جماعة رقم كبير قوي يعني رقم يعني كبير والمنافسة واضح ان هي ودي طبعا ايه صور من البطولة النهاردة كان ختم من نفسات فردي رجال وسيدات 10 متر مسدس ويحضروا اللي هو حازم حسني رئيس الاتحاد رئيس الاتحادين بقى المصري والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرماية وولي جريل رئيس سكرتير عام الاتحاد الدولي وطارق شرارة مدير البطولة دول طبعا هيحضروا النهاردة النهائيات وزي ما قلت لحضراتكم من 17 لحد 23 فبراير البطولة طبعا دي لقطات من البطولة انتوا عارفين يا جماعة يعني ايه 51 دولة ب376 رامي يعني بطولة بقت على أجنب تحاد دولي من أهم البطولات ودي حاجة تسعدنا جدا ان انت تلاقي مصر نجحة تنظيميا وفنيا خلي بالك يا جماعة انا مثلا انت تنظيميا يعني تمام مصر لازم تنجح بفضل الله سبحانه وتعالى بنية تحتية الرضية بحترمة كوادر تمام انا متأكد اي بطولة هتتعمل في ارض مصر هتنجح مناخ جو قتلات بنية تحتية طرق تمام الدنيا تمام ما عندكش مشكلة في تنظيم اي بطول اللي بيعجبني بقى وبيهمني على المستوى الشخصي النجاح الإداري والفني تنظيمي وفني يعني تنافس مش تعمل بطولة وتاخد المركز الأخير شكلها مش حلو انما النهاردة لما تلاقي الرماب تنافس لما تلاقي عندك هجيب لكو اخبار تايكوندو وغيره هتلاقي اخبار حلوة كتير النهاردة هتلاقي انا بخش نافس تعظيم السلام وانا حبك جدا كده تبقى ناجح في الاتنين وده الوضع اللي تستحقه مصر انما نظم بطولة عشان اخد فيه أخير انا شايف اني نجحت بيبقى النص انا وجيت نظري كده فانت بتنظم بطولة على أرضك وسط جمهورك وفي ناسك وجوك وأرضك يبقى لازم تحقق نتيج كل التوفيق طبعا لمنتخبنا منتخب الرماية خلينا نروح لالتايكوندو 15 ميدالية حصيلة مصر ببطولة كأس رئيس الاتحاد الدولة للتايكوندو 15 ميدالية طيب البطولة دي كانت فين بتعملت على مدار يومين الجمعة والسبت اللي فاتوا في نادي بالعاصمة الإدارية يعني بدأنا نسمع اسم الأندية في العاصمة الإدارية بدأنا نسمع اسم الميدين اللي في العاصمة الإدارية يعني الدنيا بدأت تخش الخدمة هي الميداليات دي جاتكا التالي 3 دهب 5 فضة 7 برونز منتخبنا كان حقق المركز الأول على مستوى أوزان الرجال أما منتخب السيدات فحقق المركز التالي ولكن حصيلة 15 ميدالية منظر جميل جدا حتى يعني الستيج والتسليم الميداليات حاجة يعني الصور دي لو انت يعني ما قلت ليش ان دي مثلا يعني في مصر أقول لك دي مثلا في كاس عالم في أولمبيات في كده ختام البطولة حضروا مسؤولين كتير زي إيديس كادا إيديساكا رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو وإدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذ الاتحاد الدولي والمشرف الفني على البطولات والمستشار محمد مصطفى اللي كان معانا في المداخلة من حلقتين رئيس الاتحاد المصري تايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي كل التوفيق لاتحاد التايكوندو وإيه لقصة تايكوندو وعايزين ميداليا عايزين ميداليا واثنين وثلاثة في باريس 24 حلمنا الكبير عايزين نقفز قفزة كبيرة في ترتيب الجدول في الأولمبيات خمس ميداليات أصبحت ليست طموح مصر الآن أو ست ميداليات نحن عايزين 10-15 ميداليا وده يتحقق الحقيقة بالألعاب دي تايكوندو ريشة ريناية خماسي منه هنروح للخماسي لسه جايب سيرته دلوقتي ملك اسماعيل تحصد برونزية بطولة المجر الدولية الخماسي الحديث بطولة المجر من أحد أفضل البطولات الكبرى على مستوى هذه اللعبة ملك اسماعيل لعبة منتخبنا الوطني الأول للخماسي الحديث فازت بالميداليا البرونزية في بطولة المجر الدولية مفتوحة لتلعبت في العاصمة المجرية بودابست في الفترة من 15 لحد 19 في الولاي النحلي طبعا بشورة ملك اسماعيل بطلتنا بطلت مصر فازت بالميداليا دي بعد ما حققت 1413 نقطة وجات بعد بطل المجر واللي جات في المركز الأول برصيد 1438 نقطة يعني فرق 25 نقطة بس وبعدها بطلت برطانيا واللي حققت 1430 نقطة يعني دوني رايبة أول احنا بديتكلم هنا فرق 19 نقطة عن الثاني وفرق 25 نقطة عن الأول أرقامه رايبة جدا ملك تقدر تعمل حاجة كويسة في اللي جاي إن شاء الله ترقص البعثة في المجر المهندس عمر شمس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصر للخماس الحديث ومعاك إدار البعثة هاشم ياسين المديرة التنفيذ للاتحاد ويضم بعثة منتخبنا اللعبات ملك اسماعيل وهيد عادل ومعهم اللعبة معتز واقل ومهند شعبان وعمر واقل وسيف البنداري زي ما قلنا في الخبر قبل كده ده دي المفرمة من بطولة لبطولة اللعيبة تنجح في البطولة دي جيبها دي بطولة اللي بعدها وتفشل في دي وتنجح في دي وتفشل في دي ونعلي الكيرج وننزله ونعلي 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 أخطاءنا ده مش هيجي إلا بالاحتكاكات ومش هيجي إلا ما تشوف اللعيبة اللي أنت بتنفسها في الأولمبييات مرة واثنين وتلاتة وتاخد عليهم أنا لما أنزل أشوف لعيب أنا بكلمكم بقى بنظر تلاعب قبل كده لما كنت أنزل أشوف لعيب أول مرة حتى لو لعب ده بسمع عنه في المنطقة لعيب محترف أي أن كان بنزل أول مطشق الآن منه أتجرق عليه رح مديله كتف عادي جدا طيب أنا بديله كتف عادي وبيطير طيب أفوت منه أكله حتة كده طيب ما عادي هو طيب ما هو بني آدم زي زي بابتتت جرق بابتتت جرق فأنت لو ما كنتش ده بالنسبة للععاب اللي فيه احتكاك للععاب اللي ما فيهش احتكاك أنت بتشوف سرعة اللعيبة في الخماسي لأنت بتنفس نفسك بالنفس الوقت فالفكرة اللي احتكاك الفكرة تشوف اللعيبة اللي هتنفسها والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى وربنا عمره بفضيع مجود حاجة الخماسي الجندي حطنا فيه ترتيب تاني خالص بعد ما دي ليتو اللي خدها في الأولمبياد ونفس الكلام الكاراتين كل الكلام ده بيفرق معنا وفي الآخر بيترجم الموقف مصر في الأولمبياد بيكون جاي جدا وأنا زي ما قلتلكم هنغمض ونفتح حالي الأولمبياد جد احنا 22-20 الأولمبياد الجاعة 24-24 هتقول يا كابت ان ده الأولمبياد لسه ملاقوب 21-21 آه ما اتأخرت سنة عشان كورونا ونالكم هنغمض ونفتح ونفس الكلام أنا بقول لكم هنغمض ونفتح لنا في سنة 24 خلاص ده الله ده لنبياد جد ده احنا ملحقناش ده احنا كان اعدادنا ده لذاكر ذاكر فاللي عايز ذاكر لذاكر من دلوقتي طيب عندنا أيضا يعني حدث مهم 45 دولة تشارك تؤكد مشاركتها بكأس العالم للسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية 45 دولة في سلاح الشيش وده حاجة طبعا برضو جيدة جدا لعدد الفرق المشاركة اتحاد المصر للسلاح برئاسة الكابتن العزيز عبد المنعم الحسين اعلن موافقة 45 دولة ده طبعا الاستاذ عبد المنعم الحسين رئيس الاتحاد هو اللي في الصورة موافقة 45 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم سلاح الشيش رجال وسيدان فردي وفرق ولا هتتلاقي في الفترة من 23 إلى 26 فبراير اللي احنا فيه بنادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة البطولة هتشارك فيها 368 لعب ولعبة وهم 200 و 2 لعب و 166 لعبة ومعهم الأجهزة الفنية والإدارية طبعا والطبية عشان يبقى عدد الحاضرين في البطولة أكثر من 500 ضيف أهلا بيهم طبعا في أرض مصر علشان تسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحروق الحضور من برا مصر يعني أنا بس بقول لكم احنا يعني بنقول أرقام وبنقول دليل المشاركات 51 دولة صدقون يا جماعة ما بنسمعش الكلام ده في البطولات التانية أنا بقول لكم كلاما وصدقا الأرقام الدول اللي بتشارك في البطولات اللي في مصر أنا أكاد أجزم إن بيكون أكبر من أي عدد تاني بيشارك في البطولات تانية وده بيدل على ثقة العالم كله والوسط الرياضي الدولي في تنظيم مصر و و و و وقدرة مصر على تنظيم بطولات عالية المستوى وخلي بالكم احنا بنتكلم على لعبة السلاح احنا رقم واحد في الشباب ورابع أو خمس العالم في الرجال وبمناسبة رئيس الاتحاد عبدالله من حسيني لا يحجل أبدا إنه يعلن عن الإخفاقات قبل النجاحات بمعنى أي اتحاد في العالم أو أي اتحاد أخذنا الكلام ده في مصر إنه بيعلن عن نجاحاته فقط أنا أجبت مدلي أنا لعبت عمل الكذا الأستاذ عبدالله من حسيني رئيس الاتحاد أو الاتحاد كله بقى بيعلن الإخفاقات برضه يعني فيهم أنت مش كل بطوله هتروح هتأخدها ومش كل بطوله هتروح هتأخدها أتلاقي فيه مكسب لا بيقول لك أنا أنا النهاردة لا تراجعت في التصنيف النهاردة أنا لعبتي ما أجددش الأداء اللي هنشوف فينا المشكلة ونعليجها بيعلن الإخفاقات قبل النجاحات فيبقى ده رجل أمين مع نفسه أنا بكلمش أستاذ عبدالله أنا بكلم على الاتحاد كله ده الاتحاد أمين على نفسه عايزي وصل نتيجة عسوسوا نتيجة قول أنت غلطت في إيه وإخفاقتك في إيه وهتشتغل على إيه يبقى هو ده الصح وأكد كابتل عبدالله من حسين رئيس الاتحاد المصري ونائبه ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح أن الاتحاد الدولي عنده ثقة كبيرة في التنظيم المصري من سنين وده بعد التنظيمات المميزة جدا اللي عملتها مصري في الفترة اللي فات وكان على رأسيها طبعا بطولة العالم اللي كانت الكبار في سنة اثنين وعشر وده كانت البداية وقبلها بطولة العالم الناشئين وبطولة كأس العالم والجائزة الكبرى كل البطولات دي بقت بتيجي في السلاح طيب هنا النهاردة أنت بتنجح نجاح تنظيمي زي ما قلت من شوية وبتنجح نجاح فني يبقى هنا شابوه ونقلع القباة على هذا الاتحاد واللعبة دي هتنظم بطولة وتنجح يعني ما عليش دي مش إمكانياتك كالتحاد يعني دي إمكانيات نصر إن كانت وزارة البنية تحتية فأنت نجحت عشان الدولة سنداك إنما أنت بقى تبين إمتى نجحتك لما أنت فنيين تنجح تقولوا والله يا جماعة نطلعت رابع خامس فمتورة العالم تاني جبت مديليا تعظيم سلام أنت كده ننجحت مية مية دي كانت أخبارنا وده كان آخر خبر لنا مع الأخبار المحلية نطلع لفاصل عشان بعد الفاصل هنستقبل ضفنا لما شفناش في بداية الحلقة الكابتن محمد شعبان نجم كمال الأجسام المصري وعاشر مستر أولمبيا في نسخة عشرين وعشرين وزي ما قلت في بداية الحلقة أن محمد شعبان أو كابتن محمد شعبان قصة كفاح لشاب مصري ابتدى من قرية بسيطة قرية صغيرة كمثال لألاف الشباب المصري ولكن كافح واكتهد وقابلته معوقات من مرض وكلة إمكانيات وأمور زي كده ولكن تغلب عليها وقدر يوصل للعالمية هنتكلم في كل ده ولكن بعد أهلا بحضراتكم من جديد وفي البداية طبعا برحب بنجمينا الكبير نجم مصر في لعبة كمال الأجسام محمد شعبان أهلا بيك كابتن محمد حبيبي حبيبي وستعيسة من ربنا يحفظك من أورنا الأول أن أتشرف بيك وأشكرك على اللقاء الجميل ده وكل قناتنا للأهل والمشرفين عليه نحن برتب لكم الفقر ده أولا والخلف الكواليس طبعا بازل ما أذكر اسمه الأستاذ صلاح ربنا يحفظه أنا خليك فأنا سعيد جدا أني معاكم النهاردة إن شاء الله نقدم حالك ويسر الناس بإذن الله كابتن يعني يمكن هتكلم معاك عن البداية البدايات آآ آآ انت ابتديت شاب طبعا أنا قلت يمكن الاسم القري هاي المعصرة المعصرة ده أهلية أهي أنا أخلي بالك أنا راجل جزوري بالده أهلية زي آآ لإحنا بلديات أهلية آآ يعني إحنا آآ يعني ده أهلية مع بعضك الراجل تعظماء يعني كلمني عن البداية أنا هكونا بلقول في المقدمة أن أنت رحل الكفاح وشاب زي أي شاب في مصر يبتدى حياته وكان ليه طموحات وأمال كلمني عن بداياتك بدايات إزاي في قريتك وإيه اللي خليك تروح لكمال الأجسام وليه الموضوع كان صعب أول يعني البداية إحنا طبعا من أسرة وسيطة جدا آآ آآ غير متا يعني من الأول مع دومة الحال في الأول الحمد لله النهاردة بنا ما يسمي للحال الحمد لله طبعا آآ كانت ما فيش حاجة اسمها فكرة عن رياضة بدأت طبعا حياة الفداية كطفولة كانت آآ مرض أنيميا الفول من 12 سنة أنت وعند عندك 12 سنة لمدة 12 سنة من سنتين لحد 12 سنة من سن سنتين لسن 12 سنة عندك أنيميا الفول آآ طيب المرض ده أنت يعني جالك أنت نشأت به كانت أسيره عليك قال لنا جالي وانا عندي سنتين ترى طب جالك إزاي ولا كانت تأثيره إيه للأنيميا الفول إيه تأثيره عليك تأثيره أنه كان هي المرض ده هو أنيميا الكرات الدم البيضة بتأكل الحمد آآ إذا أنت كلت أي شيء بوكليات أو أي شيء بنسم النورس أو اللي هو جميع البوكليات يا حب ربي فكان الموضوع صعب جدا لأنت أنا شبه الضعيف جسمانيا وطبعا والدي يدي له الصحة وإحفاظه يا رب هو اللي كان آآ مباشرني ومعايا دايما فتخطنا المرحلة دي عند 12 سنة والحمد لله تأتشف مش تخطناها من المرض لا يعني أنا اللي بدأت أتجاوزها نفسيا آآ لكن كان المرض مستمر لأنه أنا عند 13 سنة أو 14 سنة خدت دم آآ تاني فعلا نقل دمه كده آآ يا أخي بربي بعد كده أنا طبعا كنت بشتغل نجار وبتعلم النجارة وانا أنا صغير فعلا آآ في سنة حوالي 26 سنة أو 27 سنة كبير آآ طبعا عندي نجار نجار وعندي ورشة ويعني منش وشغال ويعني فكنت لي صديق رياضك من الأكسان جات بالصدفة البحثة يعني آآ أنا شغال عند صديق زي الأستاذ هيسم كان اسمه أحمد يحي فهو مدرب سباحة وكده فقال ليه ليه ما تلعبش كل ده كنتوا في قريتك لسه أنا لسه آآ فليه ما تلعبش كما لك سام طب إيه اللي خليه أقول لك كده أنا كان يعني ربنا عطيني الحقيقة الشكل اللي هو شكل حقيق بس كنتش بتلعب آآ بس شكل كويس شكل لك جسمك من شغلتك وبتاع بس شكلك حل بس ما كنتش بتمارسها كنتش بروح صلة حديدة لا لا في الوقت ده ما كنتش بروح صلة حديدة لغة سنة عشرين سنة لغة سنة عشرين سنة سنة عشرين سنة فقال ليه ما تلعبش فأنا أنا راجل نجار يعني إيه اللي يدخل المجال ده وإيه اللي يفراجني طبعا كان في أيامها طبعا أحمد الورداني ورامي وإبراهيم سامي وكان في أبطال كتير مصريين كانوا موجودين في الكويت في الوقت ده وكانوا يعني بدؤوا يماءها بدؤوا يماءهم بصراحة يعني لو أي حد كان مكاني أنا مالي ومالي الناس دي لكن رضي يعني أنا مالي ومالهم فبصراحة هو ما سابنيش غير لما أقنعني بالموضوع ده وفعلا سافرت قفلت الورشة لأ تعالي يا كابتم لأ تعالي هنا يا كابتم أنت بتقولي كده يعني إيه التغير ده أنت دلوقتي النهار ده عندك ورشة وراجل كسيب بشتغل كويس والنهار المجارين بالزبط بشتغال وبتا عندنا صور هنجبها تلقوش هنجب بصور بس إيه أنا أصدق قولي أنت يعني شغال الشغل أنا دي وفجأة هتبتدي من الصف من الصف وفي بالة التانية موضوع إقنع بس ولا صدقت أن تقدر الأول هو وريني طبعا فتح هيا يا كابتن معلش يا جماعة رضونا الصورة هنا معلش لو ينفع ها موجودة لا أنا أورها لك يا سادة مشاريح لكل إحنا بصوا إحنا برقبينا ها يعني أكل ذلك فهنجيب صورة طبعا أنت زمانتم شايفينها تتعرض معنا يا كابتن خلينا هنا الأول اللي هي الصورة هي أنت يا كابتن اللي في الوش ده أنا اللي في الوش الشاشة هي يا كابتن ما فيش شعرة طبعا ما فيش وجسمك مش جسم بس واضح أن أنت قوي الجسمات يعني شوية كويس سيمتري من عام ربنا كانت حلو سبحان الله ودي فرشيتك ودي في الورشة بتاعتي وطبعا عايز أترحم على دي ستكتكر سنة كم دي يا كابتن دي كانت ممكن 2014 2015 2014 مش بعيدة يا كابتن لا يعني التحول ده مش فهدد سنو قليل فطبعا أول عايز اترحم على الولد ده كنت بعلمه النجارة علي فالله يرحمه الله يرحمه دي كان أكبر منك والأظهر منك لا ده كان صغير عني طبعا بيعلمه النجارة وكده الله يرحمه طيب أقنعك صديقك إن أنا فطبعا أنا معرفش في الوقت ده حاجة عن الانترنت والسوشال ميديا معرفش أي حاجة عن كده أنا رجل مركز في شغل وراح أشتغل 16 ساعة 15 ساعة في اليوم بس ليك إخوات؟ طبعا عندي خمسة أخواتي كل شغالين مع في الورشة؟ وعند بنت لا 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 كل أخواتي كان متفقين برق مفيش حد صناعي غير يعني إن شاء الله هم متعلمين أفضل مني كمان مفيش حد أنا إيه صناعي أو في النجارة غير يعني ففي الوقت ده محدش طبعا لما تروح تقول أهل لك أنا هسيب شغلي صعب أنت مجنون يعني كلها يقول لك أنت مجنون طب الحج والدك لأن هو ده بقى هي دي هو ده لنقطة بقى هو الوحيد اللي قال لك أنا معاك ربنا يخليه لك ربنا يدي له الصحة قال لك إيه بالزبط فاكر؟ بابا أنا حجة حجة أنا جاي أنا أقرر تغير طبعا في الأول كله قال لك رفض إزاي شغله رياضة كمان لك سامل مفهوم عنها كمان إنها مش رياضة مش بتدخل فلوس وصعبة جداً تصرف عليها في الأول كتير ومكلفة جداً 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 أنا معاك لو هبيع جلبيتي بنا يخليه لك رب هو ده الأب يعني أنا بأفتيك للحصة هو ده الأب يعني إنت إنت تصار للحصة دي صعب عليك طب يا جماعة ضمن صورة الحج يعني كدر يعني شعبان بيتكلم عن الحج بتحبه إنت شعبان جداً ربنا يخله لك يا رب طيب إنت قلت له إن أنا عايزة سافر يا بابا قال لأ أنا معاك حتى لو هبيع جلبيتي الكلمة بصراحة أنا نفسي يعني وجعتني لا يعني وجعتني هو صدق صدقك هو كان بيصق فيك والدك ربنا يدي له الصحة ربنا يحفظ ربنا يدي له الصحة يا رب يعني إنت شكله على فكرة يعني فيك شكل بينه جداً دي قريبة الصورة دي دي 2019 تقريباً بلد له الصحة يا رب 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 طيب قال لك تبكر على وفعلاً قال لأ أنا معاك بس يعني ما تفشلنيش أو ما ترجعش ورا برافو ما تترجعش ما فيش نصيح غالية خد خطوتك وكمل إيه وعد بصورك وفعلاً الموضوع كان صعب أول لأي حد إنه هو يتراجع في أول ما سافرت الكويت طبعاً كان الموضوع صعب روحت على حد روحت طبعاً على صحة جيلية كان اسمه صامعة بالهدي كان هو بطل كمان والناس في الوقت دا فأنتم عايز أشتغل في الجميع فأشغلني معهم في الجميع أه أنت عايش تشتغل عشان تبقى تبقى تلاعبين حقيقي لكل أجهزة لهم ما اشتغلت فاشتغلت لإيه الموضوع صعب جداً ما فيش بقية الفكرة إن في حد يدعمك وهقبلك بالحضن وتعالى لا لقيت الموضوع صعب فاشتغلت في النادي من 8 بالليل لأ 4 الفجر بطرق 8 ساعات واشتغلت بالنهار هدية في أولها في أخيرها في أولها بتبقى زحمة اه واشتغلت بالنهار نجار كمان عشان تجيب فلوس عشان الموضوع صعب طبب أنت كده ما بتنامش يا ابني ما هو الموضوع إنك إنت فكرة أن إنت ما عندك شوقت عشان تعقى حلمك الله أكبر أنت بدأت 16 سنة فاتك كتير وكمان ما ينفعش تتراجح ربيت نفسك في الميا يا باي شان خلاص يتعد هم مفيش هلا شطين والاتنين وانت غنص وانت رميت نفسك المسافة واحد والمسافة واحد مسافة واحد يترجع يتكمل تشتغل مجاري صبح تشتغل في جين مليل وتتمرن وتتمرن بعد الشغل بعد التمرين بعد الشغل كنت أتمرن بعد الشغل وأخلص يعني كنت بناملي حوالي ساعتين 3 في اليوم أربعة عدت كده شهور عدت كده شهور لغاية ما في يوم قالوا لي إن فيه بطولة في الكويت كانت كم سنة عدت في الفترة دي بقى لأ أنا بص لأ أنا ما عادش فترة كبيرة عزرني أنا عايز أتكلم في تفصيل تفصيل لأن احنا لنا ملايين الناس المختربة برح قواتنا وأهلينا وحبائبنا وشباب زيك بيتفرج عليك يمكن في قريتك المعصرة أو غيرك والنجاح لأنت حققته في لعبتك غيرك عايز أحققه في مجالات تاديه فلازم يلتأ يعني ياخد الإلهام منك والإصرار منك وكمان فيه نقطة عايزة أنا مش حلمي أنا حلم أعلم الناس المسابرة وإنها إزاي تحقق هدف مش بس في رياضة كامل الأجسام لا في أي حاجة يعني مش كل حاجة هي رياضة كامل الأجسام في أي رياضة في أي شيء طبيب هتصابر وتقدر مهندس أنا آسف حتى لو بنا كل شيء كل واحد طيب نرجع لقصتنا عدت كام سنة في الكويت بتشتغل الصبح وتتمرن وتتشتغل بالليه أول موضوع ده أنا أشتغلت فيه سنة بس كنت بعد بعد حوالي من سبعة لثمان شهور أنا كنت بلعب بطولة مصر رولوميا الكويت وخدت مركز تاني يعني أنت أول بطولة تلعبها كان بطولة عالم وخدت مركز تاني كان بطولة عالم في الكويت كان أول بطولة تشارك فيها أول بطولة في حياتي تشارك فيها لا بص دي رسالة من ربك أنت محظوص الحمد لله خلي بالك لأي الحاجات دي أنت محظوص ومش محظوص يعني أنت مكافأ يعني بس ربنا بيدي رسالة لبني آدم طبعا لما يلاقي واحد زيك يا هو ربنا القدرة بيك وأنا كنت دايما أسأل أستاذ هايسم هل مش أنا كويس هل أنا يأنفع أكمل ولا ما أكملش كنت تسأل السؤال دراسة كنت بس أس ما أسألش حد أنا حلوة ولا وحش لأنه مش هينفع تقيمني أنا عايز أعرف ينفع أكمل أقدر شايف طب لما كانوا في الجم اللي يشوفوك في الكويت بيحصل ترانسفير لجسمك وشكل لك ممكن مش بيستغربوا في ناس كتير كانت بيقول في ناس كتير كانت مؤمينة أن أنا فيهم الأيام هاوصل في ناس من كل اللي حولها والناس دي لسه حاليا أنا معاها المدربين اللي كنت شغال معاهم اللي هم كانوا زمائلي في الجم والحاليا لسه ناس كتير جدا شايف أن واحد هيشتغل على نفسه شوية وهيتعب في غيره أحبطوك أحبطوك طيب تخلت أو بطول تعالى ما نقول مستر أولمبيا في الكويت كان مشارك أسامي أولا دي كانت محترفين أولا هو كانت هو لازم تلعب هو لازم هو لازم هو عشان تاخد كارت احتراف طيب لما شاركت في أول بطول اللي بياخد كارت احتراف دي بيوضل أربع خمس يعني بيجرامي في احنا طبعا لماذا بيجرامي لأنه يعني صاحبك وحبيبك ونعرف طبعا أخوك طبعا وبالنسبة كابت المحمد يعني اتصل بي قبل الحلقة يعني كان بيسأل عليه يعني أصدقلك أنه يعني أنتو بينكم من بعض شابه كبير في الكساتكو لكن أنت رحت الكويت وبدأت تطلب عايز أخش الهوا وبيعودوا يلعبوا تياتي أربع سين هو عشان يخش ياخد كرت طبعا دي صورة ليك مع صديق حبيبك يعني أسطرتين كبار وقصتين كفاح شباب مصري يعني مكافح طيب أقولت أخش الهوا ودخلت خدت مركز تاني شعورك كان ايه وتفكيرك بقى ايه الأول ما كنتش مصدوم لأن الصدمة بتيجي أنا بعتبر أن أي شخص هينصدم في حياته بالمركز اللي حققه هي أول محطة النزول برابع عليك حسيتش تعالت حاجة لسه لسه أنا حطت نفسي على أول سلم والمشور بسه كبير يكمل يا خلاص لأن أنا جت لأن أنا فاكر أن أنا اليوم ده واخد تاني بطل عالم يعني أنا واخد فيها تصنف بطل عالم واخد مركز تاني ولكن معيش ثمن سندويتش بعد أن ده خبر ربيد فعلا أنا وائب بطل والناس بالسقفلي بس ما فيش في جيبي ثمن وابت مفيش ومش عيب ولأ مش عيب وبالعكس أنا بأذكر النقطة دي اللي حاجة عشان مش ما تفكرش أن كل بطل النجاح مش سهل لأنه لو كان سهل كان زمان كل الناس نجح تنجح الله عليك فالنجاح هو طريق محاط بالصعاب وأنك هتوع مئة مرة ألف مرة هتقابلك مواقف تخليك أنك تعايز تقاس من الحياة بس لازم تتعداه طيب أنت عادت دخلت خط تاني وأنتمات الخط كارت احتراف خلاص لأ أنا أنا ما كنتش أعرف حاجة في رياضة أصلا خلاص دخلت كده أنا ما عرفش حاجة أنا لقيت تاني بس للمده خلصت فضلت تاني يوم رجعت شغلي اشتغلنا بعدها حوالي شهر سافرت جنوب أفريقيا خدت بطولة أرنو كلاسيك لأ تعالي بقى واحدة واحدة لأ أنت بتقول لي شهر كده لأ دخلنا نمسيكوا مفصصوا أنت دلوقتي شهر جبت تكاليف سفرك إزاي أنا بشتغل وخلال قول أنا خدت فيزا إزاي وأنا أصلا كانت واخد الفيزا اللي كنت رايح بالكويت فيزا صياد سمك مينفعش أن أنت تقدم على فيزا تانية وتسافر أوروبا وصفر أفريقيا عملت إيه؟ أنا كنت بقدمه على الله حكايت على الله حكايت زي ما يقوله وتدعي ربنا أن ربنا يسالك بس بس أنا فاكر أن إحنا لما قدمنا بعدها أنا سافرت إزبانيا طبعا فكل ألي مجنون هتطلع فيزا إزاي فقلتهم هقدم على فيزا ما عندكش حساب في البنك ما عندكش حاجة ما عندكش إنت أصلا عايش في بلد تانية وإنت فيزتك ما تساعدكش إن إنت فقلتهم أنا هقدمه بس فقدمته وناس تانية اللي معاها الإمكانات دي فيزيتها ترفضت وأنا فيزيت قابلت وسافرت إزبانيا برضو بعدها ربنا ربنا طبعا يعني دي إيمانك بالله وإيمانك بنفسك طبعا وأكيد مشوارك ده ما بشيتش بيغرب إيمانك بالله سبحانه وتعالى أكيد لأن أنا مكتنع تماما إن ربنا مش هداء تعبك وأن أنت مش مطلوب منك لأنك تكتهد وتسأل ربنا ويس مفتح عليك أكبر طيب رحت جنوب أفريقيا خدت أول أرند الكلاسيك أرند الكلاسيك أول ده هو لسا في الوقت تاني نصر احترفتها ما تقوليش عادي وهو فيه ايه لا ما تقوليش عادي انت تاني وما شاء الله احنا جايبين برضو فيديوهات لك يا كابتن وكده يعني قول انت خدت تاني وروح ترايح واخد اول بعدها بشهر لا اكيد اكيد حصل حاجة في الصوف توير عندك اكيد بصيت بصة تانية ايه اللي حصل برضو انا لسه مكمل لان انا معتقد في الوقت ده ان انا معرفش حاجة عن الاحتراف لسه وفضلت مكمل بعدها كمان تلات مطشار تلات بطولات كمان تلات بطولات بعدها تاني بشهرين لعبت اللي جاي بقى هو اللي فيه تقل كمان اكتر كل ده 2016 احنا خلي بالك بنتكلم من شهر 4 2016 لشهر 11 2016 هيكون انا لعبت خمس بطولات هو انت عملت ترانسيفير لجسمك ده في سنتين اه ده 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 من 14 ل17 بس الفترة انت عتفك كويت برابو عوضت سنين طويلة لا والنقطة انا في السنة التالتة وصلت مستر لومبي انت كل ما طب في حياتك ده يوقف الاف الشباب يعني كل ما طب انت بتحكيهم ده بيقع في النص الاف الشباب ما بتكملش طبعا لان الموضوع صعب وكان بيعد ايام صعب بس الفكرة كلها ان انا عندي هدف وعندي حلم عايز احقق طيب روحت جنوب افريقيا خدت اول ارنول كلاسيك ودي بطولة كبيرة جدا نجرامي هلعبت الشهر الجاي بسان محترفين ودي طبعا كانت اول بطولة تتلاقي في الوقت ده في ارنول وكان اول مرة بقى اشوف ارنولد واشوف خده تاخد اول فاخدت اول طب فاكر في طولة حد قالك كلمة حلوة شجعك حد من ابطال الكبار زي ارنولد شوالزينجر حد من ابطال الكبار قالك انا ما كنتش معروف في الوقت انا ما كنتش معروف خالص انت رايح واخد شنطتك انا واحد يعني ما حدش عرفه ان ملعبتش رات كامل اجسام في مصر ملعبتش في اي مكان انا واحد جم يعني واحد نط على اللعبة وخلاص واخد شنطتك ورايح بحد يسعرفك ومساربتش في حاجة وفاج ابيت انت الاول بس فموضوع معايا طبعا بس اللي هم واصدقاء اللي في النادي والناس طبعا طبعا وصفرت لوحدك صفرت لوحدة يعني معاكش لا مدرب ولا مدرب تغذية لا في الوقت ده كان معايا مدرب بتاعي طبعا وكان معايا كانت انا في الوقت ده في تيم اكسجين الكويت وكنت مدربة كان احمد عسكر فكانوا موجودين لا كويتي فكانوا موجودين هما كانوا موجودين مش عشانك عشان في العلق خير عشان الفريق كله ولكن برضو هما اساس في الوقت ده كان هما انه ما كنتش عارف لا عارف انجليزي ولا عارف اي شيء ولا عارف بدوا عارفوا كل الحاجة فهما كانوا تعلمت لغة وتعلمت كل الكلام طبعا يعني انا ليه بقولي الكلام ده انت يعني معلش انت الوقت عايش في امريكا فتعلمت لغة وطورت نفسك لا 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 قصة طيب خلينا نروح بقى على جنوب افريقيا رجعت الكويت ولا طلعت مبره بره حلو مكمل في طريقك بتتمرن مكمل في طريقك كل ده نجار لسه كل ده شغل نجار بشي تجيب اكلك واجباتك وفي النادي بالليل بضرب وكل ده انت شغال بتناملك ساعتين ثلاثة في غير بقى اللعيبة اللي جاي لك من بره بقى بتلعبك اللي جاي مريح ومصروف عليه كل واحد على حاسب ظروفه وانت بقى انت انت يعني زي ما بيقوله واخدها من تحت خالص وكلها بمجهودك بعد كده بطولة ايه؟ قدمت طبعا بطولة اسبانيا وسافرت اسبانيا عيبت ارنود الكلاسيك وهنا تعيبت شوية وكان حصل انفكشن في العضل عندي بس خدت مركز ثالث في ارنود الكلاسيك اساسا ان انا في الوقت ده كنت محترف بس انا ما عرفش يعني انا اساسا لما كسبت ارنود الكلاسيك انا محترف ادي لك كرت احتراف بس انا ما عرفش حاجة عن الاحتراف ما عرفش يعني ايه كرت احتراف في الوقت ده ومع ذلك انا كملت ولعبت هو تاني في ارنود الكلاسيك وقلت لك انفكشن في العضلة وخدت مركز ثالث وروحت من اسبانيا ان انا دخلت المستشفى عد شهر تقريبا عملت اربع عمليات في العضل عندي انفكشن ده كان سبب ايه جرح؟ كان جرح وحصل في انزيف وطبعا كان الدكتور العمل فيه قاطعي في الوريد فحصل نزيف عملت اربع عمليات في الوقت ده وعدت في مستشفى شهر وهنا جالي اصلا مرض السكر في المستشفى انا عايز اعرف تفاصيل لان العملية ده تلات عمليات البطل كمان اجسام العضلة بتخس جامل بس اعرف تفاصيل الموضوع ده بس بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل قصة وحكاية اسطورة من اساطير كمان اجسام شاب مصري زي كل الشباب المكافح محمد شعبان بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ومكمل حلقتنا مع كابتن محمد شعبان نجم مصر في كمان الاجسام كابتن اتكلمنا وقفنا عن دكتورة اسبانيا عن دكتورة اسبانيا وخدنا فيها تالت نتيجة الانفكشن جاينا عملنا تالت عمليات في العضلة اللي هو احنا رجينا من اسبانيا دخلنا المستشفى وعملنا اربع عمليات في العضلة بتاع الالات وفي الوقت الده طبعا جالي مرض السكر جالك السكر في المستشفى الدكتورة طبعا انا ليتهم حطيني على جهاز انسلين فبعدين حصيت بتغييرات في جسمي وبعدين سألت الدكتورة اللي انت جاي عندك سكر سكر طبعا صدمت في الاول انت كنت تشتكي في السكر قبل كده لا 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 وبعد ما وصلت المستوى ده خدت انت مطب جديد خدت مطب جديد بس هنا بقى الفكرة قبلها انا كنت اساسا عند مشكلة تانية في المخ وما امنتش بالموضوع ده اه ان الدكتور قالك انت مش هينفع انت لازم تفضل على علاقة طول العمر وانا دايما الدكتور ده كان هنا او هناك كان في مصر في مصر اه فانا دايما بشوف ان اي مرض هو انت لو طالما ان هو مش حاجة توجعك او شيء يعني مثلا زي اصابة او جرحة او كده انت مش حاسه بعتبر ان هو ذهني اذا انت امانت بيه فانت خلاص اصبت بيه اصبت بيه فانا انا ما صدقت شي بيه دي دي كانت امتى دي؟ دي كانت في المستشفى اخير في امريكا دي لقاب الويروس الاخير لا دي هنتكلم عليها بعدين بس انت كنت تعبان ده انت انت بص انت تتمرمط جامع دي كانت في امريكا وانت في احد المستشفيات يتعالج من ويروس جالك في الجهاز الهضب دي كنت رايح اعمل عملية المنزار بالمعدة بالمعدة اه ياخده ثلاث اجزاء من المعدة كده يحللوه دي قاب الويروس الولمبيا بشهر لا دي قاب الويروس الولمبيا باثناشر يوم يا خبار ربي هل يحظ ميش ميش هنجلها كلوقتي يا جماعة طيب اه احنا اعملنا العمليات وانت في المستشفى الثالب العمليات قالك انت عدك السك هدي الوحدات بطلقك فهدي الوحدها كانت طبعا صدمة شوية ليه بس ما صدقتش من وضوع ده ما صدقتش خالص فضلت ماشي على العلاج وماشي على الانطرام انا مغددتش لي انا راجل رياضي وباكل الاكل كوي صحي وبمارس الرياضة ازاي يجي لك السك ازاي بس هو ده اللي حصل متغلبت ونظمت اكلك متغلبت 2016 لحد 2018 انا مريض سكر وانت ايه؟ مريض سكر بعد كده الحمد لله تاخد انسلين وباخد انسلين ودلوقتي الحمد لله الله اكبر يعني انت كهرت حتى مريض السكر لاني ما صدقتش انا بقيت كل ما روح عاملت تعليل الان مش مجتنع ذهنيا مش انا مش مش شايف ان انا مريض انت مصابر جميل جدا فكملت انا حتى طلعت المستشفى انا فاكر ان انا طلعت المستشفى شهر عشرة بعدها باربع اسابيع اللي عيبت بطولة نصر اللومبيه داني في الأردن كسبت وعملت وخدت مركز تاني وانت عندك سكر وانا مريض مبطلتش تمرين لا مبطلتش مفيش حاجة تغيرت في حياتي اصلا مش غيرت من نظام غزائي والاكل والتغير مفيش كل شيء بالعكس انا كنت ماشى عن نظام غزائي صارم اكتر كمان ان انا ازاي انا مريض سكر الله اكبر طيب لعدت بدأت امتى تلعب احتراف 2017 2017 انا ريحت يعني انا خدت الكارت في 2017 لما طبعا عرفت ان انا محترف وان انا محترف الريحت في السنة دي اللي اني كان وزن 96 كيلو 95 كيلو كتب العب في الوزن ده طب وده وزن قليل ولا كبير وده كان وزن قليل عشان ترعب في الوزن مفتوح استزيل عشان العب في الوزن مفتوح لازم تقف توقف مشاركات وتكبر نفسه وما كانش ينفع العب في الوزن اللي هو تو 12 لان الجسم بتاعي ما يمشيش عليك خلاص بدأت تكبر الشاسي بتاعي يشيل وشكله يبقى افضل لو حجم ذات يعني انت تو 12 او الوزن بتاعي تو 12 بيت اكبر بدء بس وزنك ما يخلكش محترفين مريح فلازم تقف سنة عشان تزود الكتل العضلية وكمان امكانياتي ما تسمحش نالة كمان الالعب وكان لازم اشتغل وسايف ماني وفسايف فلوس عشان تقدر تخش على الاحتراف كل ده ورده شغل نجار لا فوقفت النجارة وبس اتفرغت ان انا بدرب وكان طبعا ظروف بقت احسن ان انا شغال في الرياضة بس 2018 شهر سبعة دي كانت اول بطولة احتراف كان فين؟ كانت في اسبانيا تمام وخدت مركز خامس خامس الاول بيتاهل على طول المستقبل الخامس بيقعد يجمع نوعه الاول كان في الوقت ده ايام بير كان من كندا وكان بس خلي بالك مركز خامس ده كويس جدا فاول بطولة ده انا فرحت جدا بيه ان انا اول ماتش وخدت مركز خامس فرحت جدا بيه ولكن برضو ما عملتش حاك لان لحد الوقت ما وصلتش الصدمة ان صدمتها تكون عند ما اخد المركز والبطولة اللي انا عايزها وسعيتها بطر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والشنة بحلو عليك في الوقت ده انا كملت العبت بعدها تاني العبت رومانيا اخدت مركز ثالث والعبت ايطاليا اخدت مركز خامس كل ده افت منتاشر كل ده افت منتاشر كل ده افت منتاشر لا اول سنة تشارك احتراف صعب بس لعبت لبطولات وحققت فيهم مركز حلوة ومش النقطة الفكرة مش كلها انا اروح ولم الفكرة انا عايز اشوف نفسي وشكلي مبين المحترفين بغض النظر عن المركز انا فين منهم طيب وايه اللي ناقصني وايه اللي انا ممكن احسينه عشان ابقى اضطر 2019 كانت هي السنة طبعا المهمة واللي كان فيها انجاز حلو ان هو انا لعبت ماتش واحد وتأهلت منه ديركت مصر لومبي في البرتغال خدت لعبت انك البطولة بتاعت البرتغال كانت مصر لومبي لبرتغال خدت اول خدت كرت مصر لومبي بس شارك عشرين عشرين شارك عشرين 2019 اخر 2019 تمام ولعبت 2019 ما ظهرتش كما يجب خدت مركز 16 بس تكويش جدا مشارك مصر لومبيه 16 بس عشان راسة تبعارفة كم لعب يشارك مصر لومبيه كان في الوقت الحالي 18 لعب طيب يعني انت بتتكلم ان انت دخلت يعني كلك هو ان انت تأهل اولا فكرة مصر لومبيه ازاي يسم ان انت كمان تتأهل لمصر لومبيه بحد ذاته ده انجاز ده تاريخ انك انت تقف على الستج ده على المسرح ده وتحقق وتشارك الناس دي ده لوحده انجاز كبير قوي الناس المفروض احنا يعني فيه ناس كتير بيتحريب عشان توصلوا صحيح طيب رحنا مصر لومبيه 2019 طيب بعد ما رجعنا من مصر لومبيه شاركنا في بطولات تانية وخلاص المسلم الجديد هيبتدي عملت ايه لا بدا هنا فكرت بقى كانت في الوقت ده لحد ده انا في الكويت طيب مين بيمرنك اعمال خليه عشان ده مفترة تقول انت في الكويت بتتضرب مع الناس القديمة بنا معك اه فانت قلت عشان اوصل الى الاستيب ده لازم اخد اخش اتمرن مع الناس الجمدة بقى خلاص هنا بقى هنا غيرت لا لا تانية غيرت بعملت ايه هنا طبعا تسافرت مشيت من الكويت طبعا استأذنت كل الناس اللي انا شغل معاها والناس اللي وانا في ده مرحلة اما هنا زي ما انا تنقلت وسيت المعصرة وروحت الكويت فكان لازم اتنقل من هنا عشان طالما ان محدش عاطيك اللي هو محدش مؤمن بك كفاية فلازم تتنقل رابعليك انا دايما اقول الناس المكان اللي محدش مؤمنن به فيك وشايفك انك انت توصل لحلمك سيب REALLY الحلم الله جد لان انت لازم تسيب الناس اللي هتديك طاقة سلبية الناس اللي مش مؤمنه بيك سيبها رابعلك نصيحة غالية المكان اللي انت فيه او الفرقة اللي انت فيه او مش مؤمنين بيك سيبهم سيمهم روح للمكان يؤمنو بيك عشان تقدر تنجح وعشان حد تلاقي حد تاني ساعلك فأنا لقيت نفسي في المكان ده هفضل في نفسي مش هتقدم مع كل الاحترام للمجموعة لا 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 مع كل الاحترام لكل الناس وانت لسه صحابهم وحبيبك لا يدلوا لا لا الحمد لله ما عنديش مشاكل مع اي مخلوق واضحة كده طيب قلت هروح امريكا وفعلا 2018 انا مشيت لعنى امريكا طيب لما روحت امريكا انت روحت على مين حد قالك تعالى ولا انت قلت هروح لوحدي اعملت ايه ايه الطريق اللي انت خدته طبعا انا في امريكا ربعا عندي حياتي وعند مستقر هناك دلوقتي كان الموضوع الصعب وكان هناك مدربي طبعا شارلز بلاس اللي هو طبعا جاد فازر بتاعي الاب الروحي لكامير للكسام انا كان نفسي اتمرأ معا مرأ مين قبلك مرأ فيليكس ويلر شون رودن اللي ارحمه ايه ده بكام جد طب هو اللي طلب انت اتمرن ايه مرنك ولا انت اللي طلب هو شوف النقطة هنا بقى هنا قصة كده ورا ما نعايش التفاصيل دي هكذا فانا طلبت منه في الوقت ده اننا عايز اتمرن بس المفروض ان هو الحصة بتاعته بربعمائة دولار بالساعة بتاعت ماش انت انت كلمت فين انا كلمت على الانستجرام وعايز اتمرن معك هو شافك هو شافك لا هو رد الاسيستين قالك خلاص ماشا نتمرن في اليوم حددنا موعد ونتمرن بعد انت بروحت امريكا اه لا واحدة واحدة انت هو شافك في ايه بطولة من البطولات اللي تشاركت فيها لا 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 هو ما يعرفنيش اساسا انا واحد برا من انت شاركت مستر اولمبيا اه ما هو فيه نقطة بقى كمان عايز اوضحهم الناس ايوه انت ممكن تشارك مستر اولمبيا ممكن تفضل تلعب في بطولات العالم المحترفين في اوروبا والوطن العالم بس بالنسبة لامريكا انت هتفضل مش مش ظهر الدنيا واسعة عشان تعمل حاجة لازم تلعب هناك كل شيء هناك فانت لازم تتنقل بلاده اللاعبة بتاعته اه عشان كده دائما بصح ايه اللاعب محترف انك لازم تلعب هناك لازم تبني اسم هناك لازم يبع عندك جمهور مصري بس انت محتاجي بعندك جمهور في امريكا الناس دي هي لا تشتري تذاكر وهي اللي هاتف طبعا عليك طبعا انت كنت تعرف العنوان دي اول مطرح امريكا ما هو طبعا انا رايح عشان كده حلو كلمتو انت روحت امريكا روحت على الله كده حكايتك لا لا طبعا عندي طبعا بيت طب زبطت دنيا يعني انا اصبحت وزبطت حياتي انت رايح على دنيا من الزباط اه امين خلاص احنا مش عايزين لنا على التفاصيل بس روحت بعد كده روحت بقيت وانت في امريكا وانا بقى موجود في امريكا ملجد فازر بتاع كمال اكسر وبعت له رسالة اني عايز اتمرني اه رد عليك الاسيستن اه الاسيستن رده وحددنا موعد وروحنا نتمرن الاول قلت له شوفني دي الاول انا بس عشان نقول اللعبة مكلفة قدي الساعة كانت المفروض ان التكلفة ساعة عن دوره بعمل دولار اخوة رد فانا طبعا عايز منه بس اتمرن معه مرة عشان نفسي اتصور واتنا فروحت اتمرنت فقلت له الاول شوفني وبعد اني لعب نتمرن فشافني وبعد نتمرن بعد التمرين فنفروض ان انا هاطلب منه ان هو هيمرنني او هيعمل ايه او هيحسبني ازا ربهمية دولار بالنسبة لي في الوقت ده يعني رقم كبير رقم هو بنسبة لي ولا حاجة ربهمية جنيه فقال لي اه هو بالعرب كده يعني انت عندك اه 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 او انت عندك امكانيات انت تتبقى حاجة كويسة هو انا همرنك بس كده الدنيا اتفتحت لك بس اه اه قالك همرنك انا مؤمن بيك بس سبت الحتة اللي مش مؤمن بيك هو ما امن انا هي عند ربنا عند ربنا هو لو قلتلك ان الرجل ده باع بيت واشترى بيت جنبي مني يا خبار ربي عشان يمرنك عشان يبقى جنبي مني لا لا هو اصمرني اه هو فيه فيديو بتتمرن واقف وجنبك اه هو موضوع يا جماعة يشيبونينا الفيديو ده تاني اللي هو بتعمل لا سكوات لا او بتطلع على ستيب بكده عالية اه اصمرني بدأني خفيفة كده اه اه هاتوا الفيديو ده يا جماعة المدارب ده باع بيته باع بيته انت كنت في اللقاءة ايه انا في كاليفورنيا بس وقت بيته كان يبعد عني ساعة او ساعة ونصر باع واشترى بيت دقيقتين مني بذبط وعايزي مرة اه والجيم ده كان قريب منكم انتو الاتنين والجيم حوالي عشرين ديئة من 2019 اه بدأت مشتغل معاك مش تغل معاك الحل الوقت هو والدي يعني والدي الامريكي يعني زينا بقوله يا خبره بيض هو احنا نروح امريكا على حزك ده احنا نروح امريكا على حزك يا مكابات بانت جده بيت حاجة يا ما شاء الله جامده طيب اه اه اتمرنت معا ولسه بتمران معا الغد هو اه ومواظه ومشاء الله يعني انت عامل فورما الله اكبر الحمد لله الله اكبر يعني الله اكبر عمل فورمة جميلة جدا. طيب اهو. هي على الشاشة اهو. ده المدرب بتاعك صح. اللبس ايس هاد ده. اه. هو ري. اه. هو طبعا كبير في السن. ربنا يحفظه. اه. هو اللي هو افورك ده. اه. مش شف على تمرينك. اه. ده قريب ده كابتن التمريين. ده كان الفين واحد وعشرين. اه. ده قبل قبل مصر لومبيا والعاشر. اه. طيب. هو بمرة لعبة تانية غيرك؟ في الوقت الحالي كان محترفين كبار لا. لا. هو مؤمن بي. هو خلاص هو عاش غيري في الوقت الحالي اه. وطبعا هو سنه كبر كمان. طبعا. بس طبعا في ناس كتير بتروح له عشان تصور. طبعا. كل العالم بيروح عشان يصوره معه بس او يعمله معه فيديو. طبعا لانه اسم كبير زي ده لما بيظهر معهم يبقى دخلوا التاريخ. طيب. هو بيمرارك. وبتشغالين مع بعض. وبتبزي المجهود. و بيزبط لك فورمتك. الاهم ان هو بقى بيمرارك. ايوا. ان انت حسيت ان لما حد بتحس ان هو مؤمن بيك. انت فاكر انا قلت لك. اه. ان ل ايت والدي مؤمن بيك فانت ادت لك. ده. عشان تقول لشخص مؤمن بيك او شخص بدعمك تقوله شكرا. انا بعتاكت كلمة شكرا هي انك تنجح. الله عليك. شكرا للي امن بيك ان انت تنجح. انك تنجح. مش 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 انك تقدم له حاجة. انا بس عايزة اقول انت عمال تقول لحكم بقى. انا الله العظيم. والله العظيم بتقول حكم. لأ هو ده اللي انا بعتبر. انت قلت كلمة لا استنى يا كابتل. انت قلت كلمة حلوة جدا. مستحيل حد يقدر عبر عنها. كلمتك اللي بيأمن بيك وعشان تقوله شكرا. انك تنجح وتحقل حاجة. لانه هيبقى اسعد واحد. صح. مش هيبقى فرحان بشكرا. هو ده المرضود. هو ليه امن هو امن بيك فمش عايزك عايز في الاخر يقول انا كنت على حق. مش عايز تقول رئابته. طبعا. لا لا ده انت قصة. يعني يعني كلمة خلي بالك خلي بالك الكلمة دي مش اي حد يرا في عبر. انا الفعل الكلام ده جوا كواية. يعني انت حتى شوف من الكتر احساسك انت بتدمع. اه. يعني كتر احساسك بالكلمة وان انت فعلا الحابب الراجل اللي امن بيك والي وقف جنبك. انت عايز تنجح عشانه. مش عشانك. اه. عشان عشان الوراك. عشان لو شخص واحد. ممكن انت كل نص كل. ممكن يكون الف شخص نشموع من بيك. بس شخص واحد انت انجح. ما هو انت بتنجح. انت نجاحك لنفسك. بس. الشخص ده امن بيك. ايه جزاؤه. الله أكبر عليك. طيب. انت انت هوصل بقى لاخر مرحلة. عشان هرجع بس بك تتفضأ. انا واخد الح اه. من تحت الفوق. هنوصل ايه. رحنا اولمبياد. رحنا مستر اولمبيا واعيشين واحد واشين. وكان المدرب ده معيك. ودخلت وخدت عيش. وده كان انجاز كبير. اه طبعا في الوقت ده. اه. انا فاكر في اليوم ده. يعني ان انا جيت اه. اه. اتحمل ربنا. لان انا في اول السنة قلت انا نفسي اتقاهل. اه. اتقاهلت زي. اتقاهلت عن طريقة اربعة بطلات. وكان الموضوع صعب. ايه. ما خدتش اول. وما تاني تاني. في رابع. في خامس. خدت الوايد كارد. اه. بس مش وايد كارد. بالنقطة. بال. اه. خدت اللي هو النقطة. طبعا النقطة اتلغت الوقت كمان. الوقت اول بس. اه. بس الفكرة كلها. ان انا كنت مبسوط. لان انا عارف ان استاهل افضل. اه. ولكن انا بدفع تمن اسم. دي السنة اللي خد فيها بيجرامي. اللي هو السانتو. بس اه انت. اتقاهلت بصعوبة. وصلت. على فكرة. لانفاكر برضو بيجرامي تقاهل. في البطولة دي برضو بصعوبة. ماتاهلش بسهولة. لا. اه. فكرة مني بس انا كده كده متاهل لان اي حد بلعب مسر اللومبي قخد. رامي خد من مسر اللومبي اول200. لا. اه. 2020 اه. 2021. هوا تكره مني. بس. انا فاكر فيه واحدة منها اتآهل منهم اللي. او اول واحدة تكسبها. اه. كان 2020 لما هو. كان في كورونا وجلو كورونا. اه اه. اوة يبنت فكرة كمانية. لانا ازل دTeam قولك انا برضو طريق ما كانش في البداية مفروس بالورد ما فيش في الأول قلت لك طريقة أنك تنجح مش سهل عشان كده مش كل الناس نجح طيب سنة 2021 كانت سنة حلوة عليك أنت برضو تأهلت بصعوبة تأهلت بصعوبة بس الحمد لله أن ربنا أكرمني بالل أنا كان نفسي فيه طول السنة يعني أنا حطيت لنفسي خطة ومشيت عليها مع الناس اللي معايا وطبعا كان في الوقت ده أساسا 2021 أنا طبعا كمان أبنا نزل بكوسكوات فريق كوسكوات بتلعب فيه مصر طبعا فريق كوسكوات الفرقة اللي بتلعبه فيها وبيجرامي بيلعب له فكان ده تين كان في ظهري فكان في دعم فكان نترأول شكرا يعني نجاح أكيد للناس للفرقة دي وخلي بالك هما الهدف من كوسكوات الفرقة دي أنه يطلعوا زيكم طبعا لأنه هما بيحط النهاردة شوف أنه كل ناس بتشوف أن الموضوع بقى سهل أنك انت تجي من المعصرة خلي بالكوسكوات ده فكرة فكرة صغيرة يعني المستر إسلام كرطان في البداية مؤسس كوسكوات وآمن بيك وصدقك والهدف دلوقتي أنه يطلع تقاطي الشباب أو يهديه يشوف أنت لما بدأت ما كنتش عاية تروح لإحتراف إزاي فنهاردة كوسكوات بياخدك من إيدك بيوفر على الشباب وبعدين كمان احنا بنحاول نقول لشباب الموضوع مش تعالى 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 ضيع طقتك يعني ابزل طقتك دي في حاجة مفيدة بس مش عايزك تحس أن كل حق كل حد بيدعمك هو محقك لأ صح عشان لو أنت حسيت النقطة دي الساعتها مش هتقدر تدي كويس هو مش حقك طيب خلينا نروح لـ 2021 الحمد للربنا قرابك دخلت ميستر ألمبيا بدأت تستعد لبطولة ميستر ألمبيا بتاعتها 22 22 بقى كانت سنة مليئة بالمشاكل يعني كانت ماشى حلو جدا ماشى ماشى كويس لعبت كم بطولة فيها لعبت بطولتين عملت فيه واحدة خدت مركز تاني كم فين كانت في كاليفورنيا كاليفورنيا ولعبت ولعبت كندا التورنطو بو خدت مركز أول تأهلت باشي خلاص خدت الكارت المستر ألمبيا وهنا كنا حطين خطة نفسي ما حطينا خطة 2021 كنتم تمرن كويس كنتم تعمل فورو ما كنتم اشي في الصور كنا حطين خطة وكان ابنشغالين كان مفهوض ان انا عدل نقاط عندي معينة في جسمي ان لو عقدلتها ان شاء الله هاخش طوب سيكس طوب سيبن انا كنت حاطتها يعني امل ان انا وزي ربنا كان ما كنت تلتش هتقدم عن السنة اللي فاتت ممتاز انت كنت 16 بقيت 10 وداخل النهاردة حاجة قدها بدأت الناس المحكمين يشوفوك في بدأت التاريخ وبدأت تاخد وما لا اخد اراء الناس وكده وبشتغل معهم ومشي كويس جدا لحد 17-11 يا خبرة بي قبل 12 يوم قبل الوليمبيا بالضبط ب4 أسابيع بكم 4 أسابيع اقول 28 أول شهر 18-12 بطول شهر بالضبط قبل الوليمبيا حصل لذا بدأت اتعب وعند مشاكل في المعدة وعند مشاكل حسيت بايه لا انا وصلت الحاجة الحالة انا مش عارف عندي انا كنت يعني بتاكل مثلا ولا بيحسن انا كنتش بقدر اكل نهائي ولا انا كنتش بنام ولا بس هايسا من الوقع انا كنت ساعات الليل بابكي ان انا نفسي نام نفسي نام بس وحايز اعرف عندي ايه وتخيل اه ان تعب سنة كاملة يروح في يوم والإيلة لكم فعلك فكان الموضوع صعب طب يا جماعة احنا عندنا فيديوهين كده دي فورمتك قبل ده 17-11 الله اكبر دي الفورما اللي انت بتاخدها ايه ازا ما يقوله بيدفنش بقى ويزبط عشان قبل اوليمبيا باربع سبيح دي الفورما دي قبل ما جيلك الفيروس اه وعندنا فيديو كمان لمحمد شعبان بعد ما جاله الفيروس بس لما نستكمل الفيديو ده طبعا هنا بيصوروك وبيجهزو لك حاجة دعائية اه كان الموضوع اه كان انت ماشي كويس جدا كنت فرحار الحمد لله بفضل ربنا الفيديو ده كان فينا ده كان جولد جيم فينس في كاليفورنيا ده بعد تمرينة وبياخدوا لك بقى لقطات والحاجات دي بتبقى مهمة عشان المحكمين بيشوفوك قبل ما تروح طبعا لان انت كل يوم بتصور وتبعت المدرب اه مش ضبط فهنا كان باشا الله اكبر كتدي احلى فورما لك وسلت لها يعني كنت عامل شغل لان انا حاس ان انا هعمل حاجة اه مفيش مشكلة اه لا طبعا بالعكس ده انا اولمبيا المرة دي انا سعيد افضل من الكسب طيب انت انت يعني دخلت بقى المستشفى وبدأت اعمل منظار معدة هنجيب الفيديو التاني اللي هو بعد بقى يصطت دخلت المستشفى عشان تعرف عندك ايه قالولك ايه ما احنا طبعا دخلت اول حاجة دخلت الطوارئ ثلاث مرات لان الضغط الدم عندي كان مية وتسعين مية وتمانين كان الموضوع صعب جدا كان عندي حاجة احنا مش عارفين لدرجة انا خلاص دماغي بس كل ده ما كانش بيديني لاحظة واحدة ان انا مقدرش عابن صلومه هلعب لو حصل ايه هلعب مش كده بس عشان ما اوصل لسل الناس فكرة ان انا اه لا بس هي عافية او شي لا انا بقول ترامى ان انا انا عندي بقوم الصبح كل يوم وبصحى من نوع وقادر ان اتحرك ده بعد الاصابة فده قبل اولمبيا 15 ده ايوم 2 ديسمبر بصوا يا جماعة يعني الصورة دي قبل اللي قبلها كده هو انت طبعا لسه بتعبك ده اول ما تعبت ده انا بيت حسوى من كده 15 كيلو في قدته اه يا خبر ربي ده يا جماعة لا واضح جدا انت تخسين طبعا الشكل اصلا يقول لك ان هو ده غير الشخص التاني اه طبعا شكل مختلف تماما 15 كيلو متوزعين على جسمك في قدته لا حول القوة الا بالله غير بقى كمان الالم والمشاكل والشاكل طبعا سهيتك نفسها والمشكلة في الوقت اللي ما عندكش وقت انك انت طب انت عادت قديه في الحوار ده انا لحد 10 ديسمبر انا بعاني انا طبعا ال 15 يوم دول مروا علي ان كل يوم بيتقول نفسي طالما بصحة الصبح اكيد اكيد ده مش عادة لا اكيد اكيد ده ده سبب انه ممكن اعمل حاجة كويسة انا عايز اعمل دايما بتاخد الحاجة تقلبها الحاجة اه يعني طرعا ما بصحة كل يوم ده سبب ان انت تعمل حاجة كويسة اكيد ده ربنا طب تلع عندك ايه والحد دلوقتي ما اقفش واختفت الحاجة ولا لسه طبعا عندي يوم 8-3 ان شاء الله عندي موعد مع الدكتور في امريكا تاني بس حدش بس طبعا الحمد لله طبعا مع العلاج طب تدوق علاج ايه مطهرات تدوق ايه طبعا كان عند اللي هو الاسر رفليكس اللي هو كان عند الارتجاع في المري كان عند اه انتهب في المعدة كان كانوا شكين ان في حاجة مش كويسة في المعدة واخدوا عينة وخدوا عينة الحمد لله غير الموضوع القلب الحمد لله الموضوع استقار انت عشت ايام صعبة لا انا شفت ايام صعبة بس الفكرة كلها انه كانش كنت يعني راجعت ان كل اللي حوالها مش عارف طب انت هقولك العيبية تلاقي بي كمال اجسام في بعض منهم بيؤمن بالحسد انت بتؤمن بدا ولا انت شاف ان ده الحسد موجود ولكن يعني ربنا هو فوق كل شيء يعني لو انا حاولت خب نفسي لو كل انسان ربنا كاتب له شيء يشوف بس وفي غيرت ما بيخبوا نفسهم وبيجيلهم بس وفي واحد بيبقى طب انت صحين دوقتي احسن طبعا الحمد لله لا انا انا لو كنت شفتيني ايامها لسي الصراح طبعا كان معايا دايما فكان شايف عايش الوضع طب انت انت يعني دلوقتي عندك انت قاعد في الكهراءة دي ان شاء الله انا قاعد في الكهراءة اليوم سأيت تلاتة ان شاء الله طبعا بتشكرك انت كنت طبعا مسافر بكرة قريتك وكذا النهاردة النهاردة واجلت دا واجلت دا عشان تبقى معانا انا بشكرك دا 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 حسن حظ لا دا حسن حظنا انت تبقى معانا ونتمنى لك اكيد انت ان شاء الله احسن وتكمل طيب انت بتمرن دلوقتي عادي؟ اه الحمد لله مرن عادي لا الحمد لله انا طبعا الغزاء والاكل تماما اه طبعا الحمد لله هو الفترة دي بدأت تتحسن يوم عن يوم انا زي ما قلت لك نفسيا والله انا انا فاكر يوم ما خرجت وقلت العمليات الدكتور اللي هتوعد تلاتيام ما ينفعش دا بعد المنزار اه تتمرن او تسافر او فقلت له ماشي فانا فاكر في اليوم دا كويس او يتخرجوني بكرسي بعجل ودوني السيارة فكبت روحت البيت ساعة بالضبط مالش تحمل تلاتة عا التمرين مش قادل تسد ممكن يكون دا شيء غلط بس انا جوايا عايز مش عايز استسلم مش عايز استسلم طيب ما انا احاول طالما انا قادر اتكلم قادر اتحرك قادر خلينا احاول لحد قابلي اوليمبيا بيومين انا بقول انا احاول هقدر ولا لا الله اعلم او انتنا عايز اظهر على الستاج بشكل كويس انا مش مهم انا حتى كان في مكالمة بين وبين طيب يعني كل ما بينه بن رامي في الوقت دا قل هتقدر كل ما بينك ومن انا بن رامي عن الكليفون بقوله بيتكلم في الموضوع دا قال لك هتقدر لا هتقدر طيب لا احاول قال لي لو مش هتقدر بلاش عشان صحتك خايف علي طبعا فقلت له هحاول حد قبل اوليمبيا بيومين انا بقول هحاول قصة يعني قصة فيها كفاح ولس بس بس يس عندك ان شاء الله عشان كده انت مؤمن بنفسك طب انت انت ناوي تخش بطولات قرائبة يعني انت ناوي عايش بقى تخش بطولة عشان تبتهي لأولوجيا اللي جاي حاليا انا بزبط المشاكل اللي عند الاول صحيح اول ما تحسن وحس ان انا عايز مش عايز ازهر على المسرح تاني اللي ما يكون ما في الماء سليم ومش عايز ازهر بس ان انا العبه بس انا عايز احقق لان انا دي قلت انا ماشي على حلم عايز احقق ان شاء الله فحايز اوصل ان انا لما اطلع على المسرح احمل حقق كويسة هتعمل ان شاء الله الاسرار ده يعني عندك اسرار وعندك الليفل عالي من التحدي يعني انا شايف حتى في عينيك الليفل تحدي بس بعصاب هادية وبدون تشد بدون انشانة بدون حاجة طيب احنا احنا مجاهزين شو هتصور كده عزيز المشاهدين نجهزها كده وهنقول طيب نبتدي بالصورة دي ده بجرامي معاك اهو دي هناك في امريكا اه وحسن طبعا ناخدها من يمين بجرامي بجرامي حسن مصطفى حسن مصطفى نجم ومصر برضو كمال اكسام مستر اسلام كبطان طبعا مؤسس نادي احمد الورداني بطل الكبير احمد الورداني والشخص ده معاش عارفه طبعا انتو كلكم الجميل ان انتو كلكم لا ارجعوا لي سورة تانية معا الشجم الجميل انتو مصريين بتنفسوا بعض بس كلكم مع بعض طبعا ومدين سورة اللي برد حلوة المسرح حاجة يعنا هتلاقي لي فيديوهات دايما انا على الاستاج المراتة كنتا على المسرح بشجع رام المسانة اللي فاتت نفس الشي بشجع رام طيب يعني انت في المسرح احد بتشجع بجرامي وهو لما انت بتطلع بيشجعك طبعا كلكم هارا بعض بيدين سورة المسرح حلوة هناك وده المهم تخش على سورة اللي بعد كده يا جماعة ده مع معالي الوزير 2018 2018 2018 اول ما بدأت تزعر دي كانت في الوزراء دي كانت في الوزراء طب الهدف المقابلة كان ايه كانت 2018 كنت عايزة سفر امريكا كنت عايزة تزهيل للناس طبعا والشباب مشكلة بتقابل الشباب النهاردة انها بتتقابل الصعوبات عشان تسافر امريكا فكنت عايزة نوع حل المشكلة للشباب مش بس لمحمد شعبان انت راح لنفسك وغيرك اه حل ان الناس اللي بتصرف وبتكتهد مش عايزة تسهيل في الاوراق مش عايزين فلوس مش عايزين حاجة ومعايزين تسهيل بس كرة الوزاري حاجة بس اي شيء نوعا كان يساعد الشباب على صفح تبقيت استجابة؟ للأسف لا يمكن ما عرفش يعني هو يعني يعني بس انت بس تستمع برضو لا بشي تمنع عندي لا طبعا والنهاردة يعني انا هيد ما حصلت لكم معي جنسية امريكية ومعي جنسية مصرية وبالعب باسم مصر لا انا عايزة يعني انت دلوقتي معي جنسية امريكية ومصرية وبالعب باسم مصر فولمي الله عليك يعني بالرغم من كل ده يعني بالرغم اللي حايزة اقول لا اقول انت جيت من معصرة بقيت جنسية امريكية ازاي؟ ومع ذلك انت بتقول انا هفضل امس المصر ولا هبقى؟ لا طبعا. طيب نشوف الصورة اللي بعد كده. ده الحج كبير. ده الحج. الحج. طيب اه يعني لما بدأت اتحقق دي صورتك معا ده في حصلت الحديد ده ما سبقش كمان؟ له معا دايما. طيب. لما انت حققتي نجحات. انت قلت انا لو عايشتقول شكرا للامن بيك. اه انجح. انجح. قالك ايه؟ اه مبسوط جدا دايما يعني بيشجعني دايما. لان طبعا احنا يوميا بتكلم حتى في تلفون فيديو كولو كده. فهو صاحبي مش ابوي يعني. لا خلولي. ربنا اديه الصحة يا حفظ. طب لما تعبت اقولت له ولكن. يا بيجنن. يا فيجنن. اه. لكن هو اللي تعبانه اكتر يعني. طبعا. هو هو واضح اللي في علاقة بينكم بعد مش ابوه دي صداقة. لا لا صداقة يعني احنا اتنين اصدقاء اه مش ابو وابن يعني. وبتحكي له كل حاجة وتفاصيل كل يوم. كل يوم يعني. كل يوم. طب اخر نصيحة دي هلك ايه فاكرها؟ اخر حاجة كده هلك في التلفون. استنوا يا جماعة بس سورة دي هتقول. هو قال لي. قال لي ربنا يكريمك وهتوصل. دعوة. بس اه يعني يعني مقتنع تماما ان انت هتوصل وهتوصل اللي انت عايزه. اه. واهم حاجة صحيتك. الله. دي كان دايما يقولها لي في التلفون في الفترة دا خير. بنخله لك رب. طب نخش على الصورة اللي بعد كده. دي وانت في ورشتك. في الورشة. دي اه. دي كانت كتابعا في قريتك المعصرة. اه. اه. دي كان لصورة دي بدأنا به الحلقة. دي اه. وانت يعني بالعكس انت فخور بكل فترة بفترة كده. لا بالعكس ده انا بحب. لي انسى اللحظات دي ات يبقى. ازاي انك انت اساسا هت. هتكمل. لو ما كنتش تفكر اللحظات دي. طيب الصورة دي. في كانت ماخد مركز التالت في بطولة اه مصر اه رومانيا. طب مين ده? ده كان طبعا كان معي في الوقت ده كنت عالشك للسفير المصري في ابن. سفير المصري? لا كان مع المجموعة. مع المجموعة. ويه. السفير المصر وقتها كان حضر البطولة وبعدها ازمنا على العشاء وتعشينا انه هو الاسرة بتاعته. كان محترم جدا. جدا جدا. طبعا. دي طبعا مع صديقك وحبيبك. ده طبعا مع راما ربنا يوفقه في البطولة. ان شاء الله بيرعب. ارنو كلاسك. ارنو كلاسك. ارنو كلاسك. لا اسبوعين فعايزين ندعي له برضو ربنا يوفقه. كريمه ان شاء الله. ندعي لك بالتوفيق ان شاء الله. ربنا بفضل. محمد الوقت لحلقة عادة كسريعا. انا بسيط جدا. وطرع من مكان بسيط جدا. بس ما تقدر يوصل لحاجة. مش حاجة تجري اوي بتمنى اكبرها. بس ان شاء الله انك انت تقدر تبقى زي او احسن. وتبقى زي رامي او اهد احسن. تبقى زي ورداني او احسن. ده يا حسن. كل الناس. مفيش حد احسن من حد. انا بشكرك. ربنا احفظك. ربنا اعطبك. ربنا اعطبك. ربنا اعطبك. ربنا اعطبك. صحة شرفت بك. ربنا اعزائي المشاهدين. دي كان حلقة ما المهاردة مع نجم كمال الأجسام المكافح. قصة كفاح كبيرة. لشاب مصر اتدى. وانتهى بي المطاف كواحد من اعظم. او من احسن لعيبي كمال الأجسام في العالم. بشكركم شكرا جانجيا لحسن المتابعة. وانتظرونا في حلقة جديدة مع الابطاء.